المقاومة تحدثنا عن معادلة الآن وكأنه ممنوع على اغتيالات خلي يجي العدو يعطينا شو عم يصور يعطينا وين عم يقدر يستهدف المقاومين هنه عم ينافزه عملية كافي تطبيع وكان التطبيع كنت بدي يكمل هايدي فسلاتي أسرع بتقلي أنا بديك جيب لي إجازة من سماحتي السيد أنه ابني روح على الخطوط الأمامية ماذا لو لم يوقع اتفاق مارم خايل لا نقاش حول أي عرض قبل وقف العدوان على غزة نحن أبناء الأرض وحررناها والعدو هو المعتدي ستنتهي هذه الحرب بانتصار المقاومة مرحبا بكم مشاهدينا في فودكاست الميادين فيه نص تضيف النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة سيد حسن فضل الله حديث فيه وعن طفان الأقصى وتطوراته حيث وصلت وعن جبهات الإسناد لا سيما جبهة جنوب لبنان مرحبا بكم سيد حسن فضل الله شكرا على قبول الدعوة مرحبا بك يوحب تحيي إليك وللمشاهدين جميعا أهلا بك السؤال ما قبل الأول هل يمكن أن أعرفك على أنك المتحدث باسم المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله في هذه المواجهة يعني المقاومة الإسلامية ما عينت متحدث رسمي في مجموعة من المتحدثين من نواب ومسؤولين وقيادات كل واحد له مساحته ودوره ولكن الجميع هم يتحدثون باسم المقاومة طبعا حسب الظروف وحسب الأوضاع بيكون أي واحد مننا له دور أحيانا في المجلس النيابي أحيانا في المنطقة التي يمثلها هلأ بهذه الحرب لأنه أغلبها في المنطقة الحدودية فيه نواب اللي بمثلوا هذه المنطقة يعني ويترددون دائما عليها نواب الكتلة يتحدثون باسم المقاومة الإسلامية أنت أكثر حدودا بالميدان وسائل على مؤتمرات صحفية كما عام 2006 يمكن جزء منها برجع بقول نتيجة أنه مركزية مثلا مدينة بنت جبيل كمركز أساسي في المنطقة الحدودية ونتيجة وجودي بهذه المنطقة سواء بال2006 أو بهذه الحرب كنت حاضر وكان إخوان آخرين أيضا حاضرين بايت الزملاء حاضرين لا برجع بقول نحن حلقة متكاملة حقيقة وأنا مش من باب التواضع من باب الوقاعة الحقيقية حزب الله حلقة متكاملة كل واحد له دوره أحيانا بيكون دوره الإعلامي أو السياسي صاعد أحيانا بيكون دوره التشريعي أحيانا بيكون دوره التنظيمي والأهم من كل هؤلاء الذين بيشوفوهن الناس عن المنبر هو هذا المجاهد اللي بالميدان وهذا العامل بصمت وهن هؤلاء الشهداء اللي هن قدموا الدم والتضحي وحياتا نحن السلام والرحمة لو لاهم يمكن لا نقدر نحكي ولا نقدر نجع بلادنا ولا على قرآن ولا بيكون في عنا بلد يعني دائما كنت تقولون يا هذا بالمجلس النيابي أنه لو لا المقاومة ما عنا في لبنان لا مؤسسات دولة ويمكن ما عنا وطن ولا عنا شيء سنستمع لهذا المقتطاف فيه أبرز المواقف خصوصا من ملحمة طفان الأقصى لكم دكتور حسان فضلا لنتابع المقاومة في لبنان عندما تكون المعركة مع هذا العدو ليست على الحياد إنما هي مع فلسطين ومع القدس ومع غزة الإدارة الأمريكية تدير اليوم هذه الحرب وتدير هذه المواجهة على هذه الأمة كلها لو لم تكن هذه المقاومة بهذه القوة لكانت الإدارة الأمريكية قالت للعدو الإسرائيلي كما تذهب إلى غزة تذهب إلى لبنان إذا العدو بده يتمدى أكتر نحن جاهزين ونحن في موقف الدفاع عن بلدنا وزير الحرب يطلع بيهدد ويقول إذا مش بالدبلوماسية بالقوة العسكرية ما أنت أول شيء خلي جنودك يطلوا راسهم على الحدود وبعدين هدد هذه حرب الخيار الواحد خيارنا أن نستمر بالمقاومة وخيار العدو أن يوقف هذا العدوان من هنا سيد حسن فضل الله نحن بعد أكثر من مئتي يوم على ملحم الطفان الأقصى أين أنتم من الانتصار؟ تقييم الحرب بد يكون حسب الأهداف العدو هو الذي شن هذه الحرب على غزة وأصلا وجوده هو عدوان واحتلال لكن في هذه الحرب وهو الذي وضع جملة من الأهداف أولى صحق حماس استعادة الأسرة احتلال قطاع غزة تغيير الواقع في قطاع غزة إذا بدنا نشوف هاي الأهداف ونشوف اللي تحقق على الأرض بنقول حتى الآن لم يحقق هدفا واحدا من هذه الأهداف إلا القتل والتدمير وارتكاب المجازة صحة ثمن كبير لكن على أهمية كل نقطة دم من أطفال ونساء ورجال غزة وعلى قداسة هذا الدم لكن لا يمكن أن نقيس النتائج حسب فقط التضحيات والأثمان وإلا ما دفعه الشعب الفلسطيني في 48 كان أكبر بكثير من دمه من أرزاقه من أطفاله قتل وهجر ولكن النتائج وقتا أن العدو استطاع أن يحتل فلسطين ويقيم كيان اليوم بعد 200 يوم على هذا العدوان على غزة لم يتحقق أي هدف من أهداف العدوان الإسرائيلي وبالتالي عندما نقول أن العدو في موقع المهزوم غزة منتصرة اليوم فيه تواصل في تقدير الموقف على المستوى الميداني والسياسي مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لسيما حركة حماس والجهاد وبقي الفصائل في تقدير الموقف تواصل قائم تنسيق قائم معطياتنا من إخواننا في فصائل المقاومة خصوصا حركتي حماس والجهاد الإسلامي أنه وضعهم متين على الأرض وأنه هني حاضرين وجاهزين يكملوا هذه المعركة لأشهر وأشهر وأن الإمكانات اللوجستية والتسليحية والبشرية قوية عندهم طبعا محل الوجع هو الناس هو آلام الناس وهذا طبيعي نحن جربناها بتموز 2006 وهلأ أيضا عم نجرب نعرف شو آلام الناس لكن الميدان لا يزال قوي والدليل على ذلك أنه بعد ميتين يوم العدو الإسرائيلي ما سيطر على أي منطقة سيطرة كاملة وبالتعبير العسكري أنه أصبحت ساقطة كليا العمليات في كل منطقة عم يدخل عليها لذلك نحن وقتما نقيم هذه الحرب بنقول أهداف العدوان لم تتحقق المقاومة ما زالت موجودة وتقاتل الأسرة ما زالوا مع المقاومين وحكومة غزة إلى الآن العدو بقول هي التي تدير غزة في المناطق التي يعني ما فيها وجود أي وجود للإحتلال وبالتالي كل الأهداف المعلنة من العدو الإسرائيلي لم يتحقق منها إلا القتل والتدمير وهذا دليل انتصار نعم المقاومة في غزة رغم حجم التضحيات الكبيرة قادرة عسكريا وما الذي يقال لكم أو يطلب منكم بالحقيقة ما في طلب محدد نحن بنعرف واجباتنا ومسؤولياتنا نحن دائما إلى جانبهم سواء بالقراءة السياسية بالمعطيات طبعا هذا موضوع ميداني صحيح خاضع للميدان لكن كل معطياتنا المتوفرة لدينا من قبل المقاومة في غزة أنه هن قادرين يكملوا هذه الحرب ولديهم القدرات والإمكانات اللي إن شاء الله بتوصلهم بالنهاية إلى تحقيق الانتصار مفتوحة الأمور بالقدرات العسكرية هذا سيحينا لمفهوم الاستنزاف يعني بين مفهوم الاستنزاف وأن يطال إسرائيل وجبهات الإسناد بما فيها أيضا في مركز الميدان قطاع غزة وتسجيل النقاط وصولا إلى انتصار بمفهوم المقاومة معبر عنه السيد حسن نصر الله نتحدث عن جبهة جنوب لبنان بما تمثله موقعها لكن أيضا سنعرض لهذا المقتطف له علاقة بهذه الجبهة ونعود اليوم ما يجري في غزة ليس حربا كبقية الحروب السابقة هي معركة فاصلة ما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق موسيقى 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 كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقار موسيقى موسيقى شلابة ايخ خزب الله السؤال المطروح هو كيف يعلم حزب الله ونصر الله أن الجنود موجودون في مبنى مدني في قلب عرب العرامشة المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلاغ إلى إيلاغ دكتور حسن فضل الله نصف سنة ألم تستنزفوا كما استنزف الجيش الإسرائيلي؟ نحن في حالة حرب وفي الحرب هناك أثمان وتضحيات وإنجازات وكما كنت أشير إلى أن الموضوع يقاس بالأهداف نحن وضعنا هدف مساندة شعب الفلسطيني والدفاع عن بلدنا مساندة الشعب للوصول إلى وقف العدوان والضغط من خلال هذه الجبهة من أجل وقف العدوان على غزة وهذه الجبهة لها تأثيراتها الكبيرة على الكيان الصهيوني والدليل لأن نراجع ما يقوله قادة العدو يمكن ما فيه داعي نرجع نعددهم وضع الشمال الفلسطيني وضع الجيش وضع فرق الجيش الاستنزاف للعدو الإسرائيلي بالمقابل أنه عنا تضحيات نعم عنا تضحيات نحن مش مخبينا شهدائنا بن شيعون بالقرى الأمامية وبكل المناطق وننعيهم ونفتخر بهم الناس تريد أن تصمئن المقاومة قوتها قدراتها ما الذي استهلكته أنا أعرف أنه في أمور لا تحكى ولكن في إشارات تمرر في مدى نصف سنة من هكذا مواجهة تنتقي المستويات في التصعيد ونوع السلاح وتقول ونسمع التصريحات هناك المزيد من المفاجرات خلينا نعمل مقارنة سريعة مع 2006 ب2006 الذي أوقف الحرب مجموعة من العوامل الميدانية الصمود والثبات لكن العوامل الأخيرة التي دفعت العدو إلى الهرولة لمجلس الأمن من أجل إصدار قرار بوقف الحرب الميركافا وجدت لها المقاومة علاج بالكورنات وعطلتها المروحيات وجدت لها علاج وعطلتها بالبحر مشهورة سمحت السيد وقتها انظروا إليها تحترق كان آخر شيء الطيران بالليل الطائرة التي كانت تنقل الجنود وأسقطت في وادي مريمين في منطقة ياطر اعتبر العدو أن أسلحته الأساسية أصبحت شبه معطلة أو على الأقل أن المقاومة لديها الإمكانات التي تؤدي إلى تعطيلها اليوم يتميز العدو بأمرين بهذه الحرب من ناحية التسليح كل الذي كان عنده بال2006 يديه يهو ذاته في إضافة الطائرات المسيرة اللي عم تنفذ الاعتداءات والاغتيالات الطائرات المسلحة كان عنده طائرات استطلاع الآن زيد عنده الطائرات المسلحة اللي عم يستخدمها بشكل كبير والقبة الحديدية بمختلف تسميات عندما أسقطت له المقاومة إلى الآن عدد من الطائرات المسيرة وعندما ضربت له القبة الحديدية بأكتر من مكان وعندما تمكنت في أكتر من عملية وخصوصا بالعملية الأخيرة شمال عكة على قيادة لواء جولاني وعلى وحدة إيجوز بأن تصل الطائرات المسيرة المفخخة إلى هذه المواقع وبضربة عرب العرامشة لهو لحدها دوخان فيها العدو عم يقرأ هذا التطور وعم يشوف أن المقاومة عم تقدر تتعاطى مع هذه الأسلحة المستجدة اللي عنده وهذه من العوامل اللي بتخلي العدو يتراجع إلى الوراء حتى بالفكرة اللي بتراود بعض مسؤوليه بحرب واسعة على لبنان لأنه عندما يكون للمقاومة أسلحة قادرة على ضرب ما يعتبره عناصر تفوق العدو الإسرائيلي هذا بتخليه يفكر مالياً بأي تصعيد من قبله هلأ طبعاً المقاومة واتن تقول دائماً لديها مفاجآت ولكل المرحلة سلاحها يعني مش من باب لا البروباجندا ولا أنه عرض العضلات لأنه ميزة هذه المقاومة أنها تعمل ثم تتحدث يعني الأسلحة التي تعتبر مفاجآت ما زالت يعني تحتنتظر ماذا ماذا لو توسعت الحرب أو كيف يمكن نرصد سيناريوهات ممكن تتوسع بالتأكيد المقاومة لم تستخدم إلا نسبة ضئيلة من إمكاناتها العسكرية وما تستخدمه اليوم هو الأسلحة التقليدية المعروفة وتخبئ للعدو حسب كل مرحلة من المراحل أنواع الأسلحة الأخرى على قاعدة لجم هذا العدو لأنه ما بدنا نحيد عن الهدف نحن عنا هدف المساندي لوقف العدوان ما عنا هدف نحن أنه رايحين بدنا نفتح حرب واسعة أو بدنا ندخل المنطقة بحرب واسعة إذا توسعت نحن عنا هدف وقف العدوان يعني هذا أساس لأنه المعرك الأساسية هلأ بجيوب عن النقطة المعرك الأساسية بغزة بقية الجبهات هي جبهات مساندة صحيح وانتوا كنتوا عم تحطوا قبل شوية لسماحة السيد أنه إذا العدو وصع الحرب قال له من كريات إلى إله هذه المعادلة بتوسع من وسع بتعلي منعلي بتوسع بتصعد بتصعد ومش كلام يعني يصدر الكلام عن الذين يتحدثون باسم حزب الله بعد الفعل يعني نحن بعد ضربة عرب العرامشة بعد ضربة شمال عكا قواعد للعدو بنطلع بنحكي قبل ما بنطلع بنحكي شو ممكن المقاومة تعالى لأنه هذا له علاقة بالميدان وله علاقة بسرية عمل المقاومة وخلينا نقول شغلي هون ما لدى المقاومة لا يعرفه إلا القلة القليلة من المعنيين في المقاومة حتى هذا منه موجود عن كل مسؤولي وعناصر حزب الله وهذه وحدة من ميزات المقاومة أنه ليس كل المقاومة تعرف عن كل المقاومة وهذه برجع بقول من عناصر القوة التي تمتلكها المقاومة إذا كنا نتحدث عن من يشاهد ويسألك دكتور حسن فضل الله ماذا لو توسعت الحرب إذا توسعت الحرب سنتصدى للعدوانية الإسرائيلية نحن لاستنا ذاهبين إلى حرب شاملة لكن إذا فرضت علينا الحرب بالتأكيد سنخوض الحرب الشاملة الآن لا نرى أن العدو الإسرائيلي رغم كل التهويل والتهديد لديه الإمكانية ليخوض هذه الحرب الواسعة ورأينا هذا الأمر حتى في الرد اللي قال عنه بن جافير رد مسخرة على الضربة الإيرانية رغم حجم الضربة الإيرانية الكبير سنتحدث عنه مش لأنه على الميادين عم نحكي هذا الموضوع أنا من اللي تابعوا بشكل دائم طيلة تلك الليلة على قناة الميادين وكنت عم شوف بقية بعض القنوات رجعنا قلنا لأ هون بتسمع الخبر على حقيقتها وبتشوف الصورة على حقيقتها نموذج التعاطي الإسرائيلي والأمريكي مع الضربة التي وجهتها إيران بيأكد أنها لا الأمريكان ولا الكيام الإسرائيلي لديهم الآن القدرة أو المصلحة في حرب شاملة وواسعة هذه ليست أمورا بسيطا لا القدرة ولا المصلحة والقدرة هي الأهم مع انتفاء المصلحة رغم القدرات العسكرية ومضخة في طفان الأقصى وصولا إلى اليوم لكن إن سألتك أيضا ما تتوقف إذن الحرب في عدة عوامل بدأت ساهم بإيقاف الحرب أول عامل الثبات والصمود من تجربتنا بالألفين وستة اللي بيثبت اللي بيصمد لأنه هاي مرحلة تختلف عن الألفين وستة كتير طيب ثانيا مواصلة التصدي للعدوان الإسرائيلي وإيلامه وخصوصا في غزة وفي الضفة وفي بقية محاور المساندة لكن المحور الأساسي اليوم هو داخل فلسطين كلما صمدت المقاومة أكثر وكلما يأس العدو الإسرائيلي أكثر من إمكانية تحقيق الأهداف عند ذلك يمكن أن يدفع هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيقاف الحرب لأنه ما حدا يغش حاله القرار بيد الإدارة الأمريكية إذا بدأت توقف الحرب اليوم بتوقف الحرب والدليل الوقائع اللي عم تصير وقت انضربوا اللي بيشتغلوا بالمطبخ العالمي كيف دغر استجاب لأله نتنياهو فيما يتعلق بالمواجهة مع الجمهورية الإسلامية الأمريكية انضغطوه لأنهم خيفانين أيضا على وضعهم وعلى مصالحهم العامل الحاسم هو الميدان وكلما صمدنا أكثر بالميدان في فلسطين بالتحديد ستنتهي هذه الحرب بانتصار المقاومة ما حدا بيقدر يقدر الزمن نحن بدنا يوقف العدوان اليوم قبل بكرة لكن الأرار الحرب بإيد الأمريكان والإسرائيليين بالدرجة الأولى بإيد الأمريكان لازم يتكمل الضغط لكن للأسف يعني هون الموقف الرسمي العربي وأغلب الإسلامي يعني على الهامش ما عم يمارس هذا الضغط بده يتكمل الضغط من أجل أن تقف هذه الحرب من دون أن يحقق العدو أهداء أبي الحودة هذه تفاصيل مرتبطة بجبهة جنوب لبنان وهذه الجبهة يعني توجع الاحتلال باعترافه لكنه أيضا يقول بأنه بشكل أو بأخر كأنكم مكشوفين وبأنه قال أنت يقول بأنه قتل نصف القادة هون بس على الهامش وزير الحرب الإسرائيلي معروف حتى داخل الكيان الصهيوني بيحكي كثير وبيثرتر كثير حتى داخل الأجهزة العدو ما بيقبضوا كثير وهذا ينعكس أيضا على بلان إذا بترقبه له شو صرح من أول الطفان الأقصى له هلأ كم مرة هددنا بده يدمر لبنان وبده يدمر الجنوب وبده وآخر شي ما قدر عمل شي أولا هذا الكلام من وزير الحرب الإسرائيلي غير صحيح نحن كل شهيد يستشهد بنعلن عنه وبنعلن عن شغله وبننعي القائد مننعي قائد غير القائد مننعي وكله إن شاء الله قادة هؤلاء المقاومين كلهم قادة في الميدانة والشهداء نعم عنا تضحيات عنا عدد من الشهداء لكن خلينا نشوف حجم الجبهة مدة الجبهة في البعض كان يئيسه بالألفين وست بالألفين وست تلاتة وتلاتين يوم قضى عنا عشرات الشهداء نحن قلنا سبعة شهور عم نقاتل ببقعة ضيقة بمناطق غير مدنية الشباب عم يعملوا عمليات إلى حد ما بدي يعني أعطي توصيفات لبعض حد المعجزات إنه حدا يفكر هيك بهدوء هؤلاء الشباب بعد سبعة شهر رغم كل الغارات رغم كل السيطرة المعلوماتية الجوية للعدو الإسرائيلي غير الأقمار الإصطناعية غير الدول اللي بتساعده بعض المقاومين على الحدود عم يقاتلوا عم يطلعوا بيدربوا المواقع على الحدود وقت نتسلل العدو بأحدى النقاط لواء جولاني فجرت فيه العبوات بعد هالمقاومة عم تقاتل على الحافة الأمامية كيف عم يحركوه الشباب حدا يفكر كيف عم يطلعوا كيف عم ينزلوا كيف عم ينصبوا صواريخهم كيف عم يتجنبوا المنازل كيف عم يقاتلوا بفلوات أحيانا بمناطق مكشوفة مع ذلك عدو ما عم يقدر ليهون طبعا وين عم يغتالهم أكتر شيء عم يغتالهم بالخطوط الخلفية لأنه هو أيضا عنده وسائل تقنية من الجو وعلى ممكن يكون عنده عمل على الأرض أكيد نحن بنعرف بلبنان فيه جواسيس للعدو الإسرائيلي لكن بعد سبعة شهر رغم كل هذه يعني الإمكانات الإسرائيلية مقاومة عم تقاتلوا بالقرى الأمامية لا يستطيع العدو أنه يطل برأسه يعني عرب عرام شاة شكلت نموذجا كبيرة عرب العرام شاة بعد نصف سنة عرب العرام شاة وضربت أيضا قواعدين بعد سبعة شهر خلي حدا يجيب النصورة لجندي إسرائيلي بمسافة ثلاثة أو أربعة كيلومتر بالحدود بينما بتلاقي المقاومين على الحدود هون خلي الواحد يعمل المقارنة ما حدا يجي قارن بين إمكاناتنا العسكرية وإمكاناته بس لأقول هذه النقطة نحن بنعرف أن العدو عنده إمكانات عسكرية أكتر مننا صحي عنده تقنيات أكتر مننا عنده قدرة على التدمير أكتر مننا بعض الناس وخصوصا الإعلام اللي بدي يحاول يثبت من ميلي ويزيد بقدرات العدو بدي يجي يعمل هذه المقاومة كأنها جيش نظامي لدولة تمتلك كل وسائل القتال بمقابل هذه الدلالة لا نحن عم نحكي هون عن الكيان الصهيوني ووراءه منظومة غربي كاملة بكامل إمكاناته ووقف معه وعن مقاومة بحدود المنطقة الجغرافية عن شباب أبطال مجاهدين عم يقاتلوا بأقصى ظروف وبأصعب ظروف وبمعايير وبأطر معينة عم يقاتلوا هذه الدولة وبعد سبعة الشهر نعم عم عدد هذا من الشهداء صحيح لكن هؤلاء استشهدوا في معرقي في قتال مش أنه يقاتلين ببيوتهم حتى الذي يستشهد في البيت مش ببيتهم آخر شي عم ينتقل من محل لمحل من نقطة لنقطة والعدو عم يروح بيغتالهم خلي يجي العدو يعطينا شو عم يصور يعطينا وين عم يقدر يستهدف المقاومين هنا وعم ينفذوا عملية طيب هذه نقطة لافتة ومهمة لكن السؤال الأساسي نحن أمام عمليات تنطقيها المقاومة وتستحدث مواقع وفقا للمعادلات التي ترسيها عرب العرامشة ذكرتها عينزي تيم صفاد عكا جولاني وإيجوز 621 في سؤال كبير وكأنكم أبناء تلك الأرض تعرفونها طبغرافيا وجغرافيا وحتى ما يستحدث وأنت تقول أننا نحن لدينا إمكانيات مقارنة بما يمتلكه العدو الإسرائيلي تكنولوجيا متواضعة في سؤال كبير كيف تستطيعون أن تعرفوا كل هذه التفاصيل في شمال أرضنا المحتلة في فلسطين أولا نحن تدخلوا وتطلعوا وترجعوا طبعا أنا عم أقول النسبة والتناسب بيننا وبين العدو إمكانات وأكتر بس نحن عنا إمكانات وإمكانات منيحة الحمد لله وبيجي وقت تحتاج المقاومة بتكشف عنها بالميدان من دون شك نحن مش من هلأ أنا فيني أقول من منتصف الثمانينيات المقاومة تعمل على رصد وتتبع وقراءة دقيقة لكل الكيان الصهيوني وليس فقط للشمال وسمحت السيد ممكن مرة رفع خريطة بإحدى المؤابلات وحكي عنها بعتقد أن عملت على قناتكم وشرح هذا الموضوع فنحن عنا تراكم لأنه عم نقرأ عدونا المفكر الصيني المشهور اللي عم الكتاب بالقرن الرابع قبل الميلاد بعتقد اسمه تسون سي أو شي بيحكي عن فن الحرب بيقول واحدة من القواعد اللي تربح الحرب أن تعرف عدوك وتعرف نفسك وأنا اليوم بقول من هذه الحلقة العدو الإسرائيلي لم يتعلم من أخطائه في السابق ولم يعد يقرأ كما كان يدعي في السابق ونحن نقرأه أكثر بكثير مما يقرأنا هو ممكن بلحقنا تقنيا وفنيا وعناصر ورصد أشخاص ومراكز لكن ما بيقرأ أنتم تعرفون كل المواقع الإسرائيلية حتى المستحدثة نحن نعرفه ربما أكثر مما يعرف نفسه لأنه أنا أريد أن أذهب إلى فاصل لكن من ضمن نقاط لأنه تحدثنا عن معادلة الآن وكأنه ممنوع على اغتيالات يعني عرب العرامشة أسست لمعادلة كرستها المقاومة فيما جاء لاحقا عن زيتيم صفاد وعكا شرنا جولاني وإيجوز دعنا نحكي عن معادلتين معادلة الرد على الاغتيالات ومعادلة الرد على المدنيين استهداف المدنيين له رده على المستوطنات الاغتيالات لها ردها على نقاط أساسية عند العدو ضمن المعايير اللي حاطتها المقاومة ضمن المسافات اللي بتحددها المقاومة وهذا التراكم يعني يستمر أيضا كنت أقول أننا نعرف عن العدو ربما أكثر بكثير مما يعرف البعض هو عنه حتى ما يعني كبر الأمور حدا يقول في مبالغات لا ونحن ندرس هذا العدو جيدا ولدينا متخصصين ولدينا مراكز متخصصة بالجغرافيا بالجانب النفسي بالجانب الإعلامي بالجانب السياسي بالجانب العسكري بالجانب الأمني لأنه بننا نعرف عدونا حتى اللي نعرف كيف بننا نقاتله وهذا يؤدي إلى نجاحات وكلما طالت الحرب طبعا نحن ما بنى طول الحرب برجع بقول نحن موقفنا أن تقف الحرب يعني مساندتنا لتقف الحرب وكلما طالت الحرب سيجد العدو مننا إلاما أكثر إلاما أكثر على المستوى الميداني ورح يكتشف أنه لا وين بيتخبى بنلاحقه وبنصيبه هذه قصة ما يتخبى بجملة في تجنيب بالعمليات في ضقة كبيرة يوجه الصاروخ النقطة مش الموقع يصاب في تجنب من استهداف المدنيين بين قوسين بإسرائيل لأنه نحن عنا معادلة بدأناها بـ 96 بتفاهم نيسان استهداف المدنيين يقابله ضرب على المستوطنات بمعزل عن تصنيفنا أنه هون مدنيين أو مش مدنيين مش هون النقاش اليوم لأنه عم نعمل معادلات لنحمي مدنينا بده يعرف العدو أنه يؤلم عندما يستهدف المدنيين اللبنانيين وهذا اللي حمى المدنيين وإلى الآن رغم سبعة الشهر رغم بعض الآلام بالأطفال وآخرة ببلدة حانين رغم هذه الآلام لكن بالمشهد العام اللي بيعرف تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي يمكن نحن لأنه لدي المنطقة الحدودية بالسبعينات وبالستينات وبالثمانينات إلى ستة وتسعين كانت طلقة نار على العدو تؤدي إلى تدمير بيوت ومنازل خليني أذكر هاي الحادثة بس للتاريخ اللي بيحبوا يعرفوا التاريخ أنا من قرية اسمها عيناتها قريبة من الحدود بنت جبال قضاء بنت جبال بالتنين وسبعين دخل العدو الإسرائيلي إلى المنطقة إلى بنت جبال إلى عيناتها وإلى عدد من القرى وكنا نحن بالقرية يعني كنا أطفال بالقرية إذا كان يلاقي ورقة سياسية لها علاقة بالأحزاب أو بالفدائين ورقة ورقة ومش عم بالغ هذا كان يصير كان يدمر البيت كان يحرق البيت دملت عشرات المنازل في عيناتها بالتنين وسبعين لأنه كان يجي يلاقي أثار طيب اليوم نحن وطبعا غير عيناتها ببنت جبال وبعيطرون اليوم إذا بنا نجي نشوف هذه الحرب بعد سبعة أشهر رغم أنه عم يغير على البيوت لكن أولا هو لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام بالعكس هو تراجع كيلومترات إلى الوراء والمقاومة على خط الحدود هذا تحول كتير كبير سنكمل خصوصا حول الحدود وفي نقاط أخرى كثيرة إن شاء الله يسعفنا الوقت وإياكم دكتور حسن فضل الله وهي تحية أيضا لأهلنا في جنوب لبنان وكل نقاط المواجهة على صمودهم لأنه واحدة من أقوى الأسلحة التي نراها في مواجهة الجبهة الداخلية الإسرائيلية هو صمود الناس والتفافها حول المقاومة رغم ما يكبدهم ذلك من أثمان كبيرة تبقى معنا دكتور حسن فضل الله مشاهدينا فاصل من واصل فودكاست الميادين من جديد مرحبا بكم مشاهدينا في فودكاست الميادين فيها نجد الترحيب بضيفنا سيد حسن فضل الله النائب في البرنومان اللبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة مرحبا بك من جديد في نقطة عالقة بموضوع الجبهة جنوب لبنان والأسئلة كثيرة موضوع العروض التي تقدم الآن خصوصا مع تفعيل إعادة تطوير أو نموذج جديد الـ 1701 وما إلى ذلك خصوصا حول موضوع الحدود أولا لا نقاش حول أي عرض قبل وقف العدوان على غزة هذا موقف ثابت عند حزب الله ويتلاقى مع موقف الحكومة اللبنانية كل العروض السابقة التي جاءت إلى الدولة اللبنانية أصبحت وراء ظهرنا لأنه تدرجت من انسحاب 10 كيلومتر إلى 30 كيلومتر إلى انسحاب المقاومة الذي كان يتداول من بعض السفراء والدول كل هذا أصلا خارج النقاش هذا بلدنا وأرضنا أننا اللبنانيين سواء الدولة مع المقاومة مع مؤسساتنا نحن بنقرر شو هو الوضع اللي بد يكون في بلدنا لا العدو الإسرائيلي ولا حدا بيقدر يفرض شروط والآن العدو الإسرائيلي ليس في موقع أن يفرض الشروط وبيعتقد أنه يؤسوا حتى بعض المفادين الدوليين من إمكانية أنه التهديد اللي بيمارسوه علينا يؤدي إلى تغيير بالموقف لذلك كل هذا يعني لا شمال ولا جنوب لا شمال ولا جنوب نحن أبناء الأرض وحررناها والعدو هو المعتدي والمعادلة اليوم الحزام الأمني أصبح داخل الكيان الإسرائيلي أن يعود الإحتلال إلى بلدنا بأي شكل من الأشكال المقنعة هذا غير وارد أولا هذا عدو ليس في موقع المنتصر ليفرض شروطه المقاومة يدها العليا وهي التي بالنهاية تفرض الشروط سواء في غزة أو في لبنة في مجموعة أسئلة سريعة بضمن فقرات ماذا لو؟ وهنا نختبر أيضا سرعتك في الإجابة ماذا لو لم يكن هناك ملحمة باسم طفان الأقصى؟ كان العدو الإسرائيلي يستبيح الأقصى أكثر وكان الشعب الفلسطيني يجوع أكثر ويحاصر أكثر وكانت الضفة الغربية الآن تمتلئ بالمستوطنين أكثر فأكثر وكان في تطبيع وكان التطبيع كنت بدي أكمل هذه بسطوتي أسرع وكان العالم العربي ذاهب إلى التطبيع بشكل عام باستثناء طبعا استثناءات معينة وشعب الفلسطيني متروك وحده طفان الأقصى طفان الأقصى ثبت فلسطين للفلسطينيين ماذا لو لم تفتح جبهة جنوب لبنان؟ كانت ستفتح؟ كان العدو الإسرائيلي تماد أكثر وهو كان يحضر لضربة استباقية أعلن عنها الإدارة الأمريكية وأعلن عنها مسؤولون صهاينا وكان سيستبيح أكثر فأكثر الشعب الفلسطيني وربما كان هو باغتنا واعتدى علينا فاجأناه قبل أن يفاجئنا ماذا لو لم ترد إيران على الإسرائيل؟ كان العدو الإسرائيلي ثبت معادلة أكبر بأنه اعتدى على القنصلية وقتل وتغطرس أكثر لكن رد الجمهورية الإسلامية أعتقد أنه صنع معادلة جديدة لنرى كيف ستتكرس مع الوقت ماذا لو لم يوقع اعتفاق مارم خايل؟ كانت العلاقات السياسية مختلفة بين الأفريقاء المختلفين في لبنان وربما لم تحصل بعض الإنجازات ولم يستفد كل طرف وطنياً وفق ما يراه من مصلحتهم هل اليوم العلاقة التي أسستها لقاء أو اتفاق مارم خايل ما زالت كذلك؟ فيه توقيت لافت نسمع سيد جبران باسيلي يقول بأنه الثنائي أفشل عهد عون وبأنه لا يوجد احترام أيضاً للمسيحيين نحن دائماً كنا نبتعد عن السجالات وتطلق تصريحات بين فترة وأخرى ولا ندخل فيها بسجالات لكن حزب الله فيما يتعلق بعهد الرئيس ميشيل عون بدل كل جهد ممكن وفق الإمكانات ووفق القوانين ووفق طبيعة التركيبة اللبنانية لمساعدة عهد الرئيس عون وقبل أن يبذل هذا الجهد ويصل الجنرال عون اتهمنا بأنه عطلنا البلد سنتين ونص حتى يصل الرئيس عون إلى الرئاسة نحن لم نتمنى لحداً يفوت بهكسجالات وأن يهرب أو من المسؤوليات أو أن مثل هذا الاتهام يعني هو بالحقيقة مجافي للحقيقة طيب بموضوع المسيحيين دليل احترامنا للمكونات المسيحية أولاً عملنا تفاهم بمرم خايل ثانياً عندما ندعم مرشحاً للرئاسة من بيت أساسي تاريخي في المجتمع المسيحي من الأسف هذه التعبيرات الموجودة بالبلد ولم نفرض رأينا على أحد والدليل أنه عندما لم نتمكن من تأمين الغالبية النيابية له لم نفرضه على الآخرين نحن نحترم المكونات اللبنانية والاتهامات التي تطلق بين الحيل والآخر تفتقر إلى الأدلة وإلى الوقائع الحقيقية وإلى القراءة الموضوعية هو السؤال أنه لماذا جبران باسيل يعني ليس مرشحكم وإنما المرشح سليمان فرنجية هو لم يرشح نفسه وهو بيقول أنه من مرشح للرئاسة لأنه الظروف ما بتساعده هلأ إذا رشح نفسه تدعمه يعني لا أريد أن أجيب عن فرضية غير موجودة اليوم المرشح الموجود هو الأستاذ سليمان فرنجي ونحن ندعم مرشح طبيعي وموجود لم نأتي نحن بشخص لنفرضه على الآخرين وإذا تأمنت له الغالبية الدستورية يكون النوابهم من انتخبوه ولم يفرض على أحده هل في مشكلة له علاقة ربما بموقفه من السلام مع إسرائيل؟ موضوع مرتبط بأعتقد بالأضايا الداخلية أكتر والأداء المختلف والتباينات المختلفة المرتبطة بالدرجة الأولى بموضوع الرئاسي طيب اسمه تعليق الشهيد عماد مغني قائد مبدع خلاق تشتاق له قدم خدمات جليلة لهذه الأمة وقضى شهيدا كما أحب تشتاق له بأعتقد كل المقاومين يشتاقون له مش بس نحن الشهيد قاسم سليماني قائد كبير على مستوى العالم قدم إنجازات نحصد بعض نتائجها في غزة في لبنان في العراق في سوريا أسس لمراحل جديدة أحدث تغييرات جوهرية على مستوى المنطقة سواء في مواجهة الهيمنة الأمريكية الكيان الصهيوني التكفيريين نفتقده مع الحاجة في كل يوم تنقصها هذه المواجهة الشهيد عماد مغني والشهيد قاسم سليماني بالتأكيد وجودهم كان يضفي لمعات جديدة وأكتر لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهما ما أحباه هم كانوا يدعون يمنون النفس أن لا يموتوا على فراش إنما شهداء في سبيل الله لاحظت أنك تأثرت ومن هنا أريد أن أقف عنده أيضا كوكبة الشهداء الذين يرتقون في هذه المواجهة ونحن نتحدث عن أسماء لا نعرفها كثيرا وهي في القيادة ومراكز متقدمة ويستشهدون متواضعون كما كانوا متواضعين في الميدان وفي قياداتهم يعني في بعض التفاصيل ما بعرف إذا أنت تستذكر يعني شهداء هنا ميزة هالحرب بالنسبة لألي هلا يمكن الواحد أحيانا بحكي وجدانيات على المستوى الشخصي أنه جزء من الشهداء أعرفهم عشت أنا وياهم بعرف عواطفهم مشاعرهم تطلعاتهم همومهم في منهم ما بعرفهم بالشخصي بعرف عائلاتهم مثلا آخر شهيد شيعناه حسين عسقول ببلدة ألواي أنا بالشخصي ما بعرفه وضيعته ما بتعرف أنه كان في المقاومة أنا طبعا بسأل عن الشهيد قبل ما إذا بدنا نحكي عنه فعنا مسؤول ضيعة فقال لي بالضيعة ما بيعرفوا أنه بالمقاومة وبيعرفوا شغله كان صامت عن شغله طبعا هو مهندس مبدع خلاق آآ أفنى شبابه بها المقاومة علمه وجهده كله بدله الناس اتفاجأت فيه صح آآ أحد أقاربه قعدت أنويا قبل ما نبلش بالتشييع قال لي من يومين كان هون وبدو يجي طل وأمه قالت له يلا بشوفك وبحكي أنا وياك قال لي ما كنا بنعرف أنه هذا أنا أبدأ أسألك عن الشهيد سيراج رعد في قصة تبرز يعني موقع القيادات وأبناء القيادات لسيمة نصور النمطية هو النفوذ والنفاذ حتى في مؤسسات الدول ميزة هال المقاومة بدأت مع الاثنين وثمانين أنه القيادات في الميدان وأبناء القيادات في الميدان كانت تجربة الأولى سيد عباس قبل الشيخ راغب سيد عباس أمين عام صحيح أجد شهادة سيد هادي نصر الله ابن الأمين العام سيراج رعد لأنه أبن رئيس كتلتنا أيضا وأنا موجود ببنت جبال نائب القضاء وعندي مكتب ببنت جبال وسيراج كان بيشتغل بهذه المنطقة أنا ما كنت بعرف شغله وبشوفه عند والده أوقات لتقيت فيه بجباع لتقيت فيه بالمكتب طبعا بنعرفون يعني حاجة محمد تجربتنا معه من منتصف الثمانينات يعني أولاده كانوا أطفال وكنا بنعرفهم فسيراج كان همه قبل الحرب طبعا كيف يأمن للشباب اللي معه أفضل خدمات يعني أفضل خدمات يعني يأمن لهم أكل دائما أنه ما ما يشتروا من الدكاكين ومن المطاعم لا منجي بطباخ ومنوزع على المركز وكلنا بنعمل لهم أكل وهذا القائد الكبير بالميدان كان وعنده عناصر وعنده مسئوليات أصلا أول مرة إجا هو أحد الإخوان بقي طبعا المكتب في صالون ثاني بقي فعيط له الأخ معني ناطر أنه قلت له هذا مكتب الكتلة وانت بيك رئيس الكتلة أنا هون من هالشباب الموجودين حتى كان ما كتير يحكي عن شغله وحكي وأنا عملك فيه جزء بعدين عرفني بعد ما استشهد فكل همه كان يأمن كهرباء لهذا المركز اشتراك كهرباء ليأمن أفضل طعام طازة لشباب اللي معه وهذه المقاومة العظيمة أنه كل همه هالشباب هون كيف يأمن لهم أيضا بقيت الشهداء حقيقة كل شهيد له قصة ورواية وعوائل الشهداء أنا أمس كنت عند عائلة أحد الشهداء تفجأت سألها للوالدي قالت لا أنا عندي عاطفة كتير كبيرة على ابني لكن أنا فخورة تلحقني أمس سيدي إلى السيارة بده مطلب أنا حقيقة عادة الناس عنده مطالب حتى لو أخدت وقت معلش فشو طلع مطلبة بتعطيني اسم ابنة بتقول لي أنا بدك تجيب لي إجازة من سماحة السيد أنه ابني يروح على الخطوط الأمامية ما عايق يخذوها الخطوط الأمامية الله وأنا ما عندي مانع أن يكون أم شهيد بس ابني بدي يكون مثل هو الشباب هذي نحن عام نشيع شهيد فأجت لتعطيني اسم ابنها لأنه بدأ ابنها يكون في الخطوط هذا هو المجتمع هذه المقاومة بإذن الله لا تهزم هذا الشعب بإذن الله لا يهزم تماما مثل الشعب الفلسطيني مثل أهل غزة لذلك وتنتلك نحن نعرف العدو وهو لا يعرفنا اللي بيطلع اليوم لعند عوائل الشهداء اللي بيطلع لعند أهل المنطقة بيعرف أنه هذا الشعب لديه من الثبات والقوة والصمود لا يمكن إن شاء الله أن يجب بشكل سريع بعد السريع كمان أسمى الزعيم جمال عبد الناصر كان والدي يحدثنا عنه لأنه نحنا كنا صغار وراع على الشام ليحضر وقته احتفال بالخمسينات وخمسين الوحدة العربية أدى دور كبير لكن ظروف ما ساعدته ليحقق أحلامه وطموحاته اللي هي أحلام كل جيل عربي حر بده يشوف فلسطين محررة وما بده يشوف أيمنة على منطقة القائد يحيى السنوار جريء وشجاع ومقدام وإن شاء الله بيطلع من هذه الحرب مرفوع الرأس بيرفع رأس الأمي كلها إن شاء الله رئيس السوري بشار الأسد ثابت رغم كل الحرب مشارك في المواجهة رغم كل الحرب الدولية لا ننسى موقفه التاريخي في حرب تموز 2006 كان واحد من الأساسيين في عوامل الانتصار من دون شك هو إلى جانب غزة وإلى جانب فلسطين لكن نعرف المؤامرة الدولية شو عملت بسوريا كيف أضعفت إمكاناتها لتكون شريكة بهذه الحرب رئيس إيميل لحود إنسان شريف ووقف مواقف تاريخية تسجل له وكان شريك لإلنا بالتحرير بالألفين وبنصر تموز 2006 الفراغ الرئاسي يؤثر على هذه المواجهة يعني ثنائية 2006 بالنسبة للمقاومة والرئيس إيميل لحود هنا تأثير لإفتقادها؟ بدون شك موقع رئاسي موقع أساسي في الدولة اللبنانية ونحن نتمنى يكون فيه رئيس اليوم قبل بكرة وأكيد وجود الرئيس اللي بيكون على شاكلة رئيس الحود بيساعد أكتر وبيفيد أكتر لأنه ما بنى رئيس كمان على شاكلة الرؤساء اللي ممكن يضعفوا وممكن أنه يساهموا في تسلل الوهن إلى بلدنا وإلى دولتنا هل رئيس نجيب ميقاطي يعود أو ربما إجراء مقارنة بين رئيسة الحكومة في حينها بألفين وستة سنورة ونجيب ميقاطي بجملة أكيد الظرف مختلف والأشخاص مختلفين وأداء الحكومة اليوم أداء مقبول وجيد فيما يتعلق بالتعاطي السياسي وبالموقف السياسي اتجاه العدوان الإسرائيلي بالألفين وستة الحكومة كانت منقسمة وجود الرئيس الحود كان عامل شوية توازن لكن إذا بنا نفتح هذه الصفحة فيها كتير 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 من الكلام عما ارتكب في تموز 2006 من بعض القوى السياسية في مواجهة الحرب الحاج للشهيد محمد سرور ماذا كشف عن يد الموساد بغديالي طبعا حد الآن التحقيقات مستمرة لكل الشبهات تدور حول الموساد الصهيوني نحن وكبنا هذا الموضوع مع الأجهزة الرسمية شاب كان رجل عم يشتغل بالسيرفة معروف شغله والدليل أنه وقت مروح على هذه المنطقة من دون يمكن ما يكون في عنده محاذير أنه قد يكون مستدرج أو ما شابه خلينا ننطر التحقيقات النهائية وأن كلها عم تقول كلها عم تقول أنه هذا عمل مخابراتي إسرائيلي لكن نحن بنننتظر النهايات وصلوا لبعض النتائج الأجهزة الرسمية ناطرين لا ينتهي التحقيق كله لا أريد أن تنتهي الحلقة دون الحديث عن الإعلام ليس فقط بالنسبة لتجربتك وأنت لك باع طويل في مجال الإعلام حتى في أثناء عمالك النيابي رئيس لجلة الإعلام في البرمان اللبناني ولكمسار في مجال الإعلام كيف يمكن تقييم أداء الإعلام منذ ملحمة طفان الأقصى وصولا إلى اليوم وكذا تراها العوار حتى في تغطية جبهة جنوب لبنان أولا سقوط الصدقية الإسرائيلية نحن من الأساس سقط عنها لكن عند المجتمع الإسرائيلي اليوم بيانات الجيش الإسرائيلي وما تقوله الحكومة الإسرائيلية حتى داخل المجتمع الإسرائيلي لم تعد صادقة بعطي نموذج صغير وتنعلقوا على اغتيال أبناء إسماعيل هنية أنه قالوا له للجيش أنت عم تدعي هؤل أطفال كأنه رح ينفذوا عملية أنه الولاد مع الأحفاد وغيرها وغيرها من الأمور التي أسقطت السرية الإسرائيلية أيضا الإعلام الغربي جزء منه اليوم عم نشوف شو عم نصير بالجامعات الأمريكية عم نشوف الموقف الشعبي فيه إعلام للأسف عربي كأنه مش فقط يتبنى الرواية الإسرائيلية بيزايد على الرواية الإسرائيلية بيحاول يطبط من الجهة الأخرى لكن اختلفت الظروف عن السابق اليوم كمان عنا بالمقابل إعلام وطني إعلام عربي إعلام مقاوم وعم يأدي دور وسائل التواصل عم يتأدي دور لأعطيكي مثالين سريعين ضرب الإيرانية لو لم تصور بهذه الطريقة كان العدو كان نفا أيضا تصوير وقت ضربت قاعدة ميرون الجوية أو بعض المواقع التي ومن بينها عرب العرامشة شفنا الطائرة كيف تنقض وقال لك كان العدو الإسرائيلي أخفى هذا الموضوع أنا أول مرة بعرف الطائرة الإنقضاضية شو هي لما انقضت على المواقع خلينا نقول الفرق نحن نعلن عن شهدائنا العدو يخفي قتله نحن يذهب الإعلام إلى القرى ليصور حتى تدمير البيوت حتى النزوح حتى التهجير العدو يخفي لكن عندما وأيضا الرواية الإسرائيلية رواية كاذبة روايتنا تتمد على المصداقية عم أحكي على الأقل من جهتنا عندما تنتهي هذا الحرب وتوقف الرقابة العسكرية الإسرائيلية سطوتها قليلا نعم عن الوقائع سيكتشف لبنانيون فلسطينيون العالم حجم التأثيرات الكبيرة التي ألحقتها المقاومة في لبنان وفلسطين بهذا الكامل وخصوصا يعني موضوع الإعلام أريد أن يقدم مكاسب لإسرائيل بردها المسخرة وفق تعبير بنكفير وكذلك التقليل من أهمية الرد الإيراني وشغل ببنت جبيل على نموذج مشابع عندما تم الحديث أن التوغل الإسرائيلي كان فيه نوع من إدارة إعلامية لتقديم تحقيق الإسرائيل بال2006 بال2006 طبعا ما كانت وسائل التواصل مثل هلأ ما كانت القنوات الموجودة مثل هلأ وأنا كوني نائب المنطقة وكنت مواكب وعن تابع وجزء من عملي كان الإعلام هل في شيء ذكروا الأستاذ غسام بن جده مرة بحلقة عندما أعلن العدو الإسرائيلي ومعه وسائل الإعلام كثيرة عن سقوط بنت جبيل لأنه لها رمزيتها لبنت جبيل وكان هدفه أن يصل إلى الملعب حيث خطب الأمين العام وقال أوهام من بيت العنكبوت يرفع الرأي هوني تواصل معي الأستاذ غسام كان بقناة أخرى عم يشتغل وقلت له وعطيني دقائق تواصلت مع الإخوان بالميدان وبغرفة العمليات وعلى الأرض يعني اللي عم يتابعوا الموقف الإعلامي أنا ذاك الإعلام الحربي كان عم يتابع وأكدوا لي الإخوان وين وصلوا على مارون الإسرائيلي وأنا ابن المنطق وأعرف جغرافيتها فوقتها اتصلت بالأستاذ غسام وقال لي ثابت وطلع بالموقف وكملنا طيلة هذه الفترة معركة ما يعرف بأنه ما ربع التحرير عيناتها بنت جبيل مارون عيتارون هناك المعركة الفاصلة التي من خلالها تأسست الهزيمة الإسرائيلية في الـ 2060 هو الوقت انتهى وأنا سأسأل السؤال بعد الأخير اللي كان قبله كليل لأنه عن موضوع الإعلام والناس تسأل ماذا بعد انتهاء الحرب لسيما بواقع التدمير الذي طالته أو أصاب من العدوان الإسرائيلي قراء الجنوب والمنازل وإعادة الإعمار وأنت تصرح لكن الإعلام لا يركز كثيرا بأنه سيكون هناك تعويضات للمتضررين أولا في مرحلتين نختمها بجملة في مرحلتين هذا يريد أكثر من جملة في مرحلتين في مرحلة النزوح الآن والأضرار التي تقع في القرى المسكونة هذا يتابع مباشرة من قبل حزب الله وتؤمن له الإمكانات المعقولة من أجل تثبيت الناس وإعانة النازحين بالقدر للمتضررين بعد الحرب سمحت السيد أعلن بوضوح ستعود أجمل مما كانت كما عادت بعد حرب تموز 2006 ستعود قرانا الجنوبية أجمل مما كانت ورايات المقاومة التي لا تزال على الحدود إلى الآن سترتفع رايات النصر وسيعود الأهالي إلى خط الحدود يزرعون أرضهم يعمرون بيوتهم بأجمل وأجمل إن شاء الله من مكان وسنجري لقاءا هناك إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور حسن فضل الله النائب في البرلمان لبناني عن كتلة الوفاء للمقاومة مع المشاركة معنا في هذه الحلقة من فودكاست الميادين وشكر لكم مشاهدين أينما كنتم الموعد يتجدد الاثنين مع زميلة مايا رزق إلى اللقاء اشتركوا في القناة